هذا السؤال يسأل يقول أيهما أفضل قرارة سنوك الكهف تقرأ في البيت أم في المسجد نوجد الإفادة بارك الله محمدكم في إضافة على جواب السؤال الذي كانت في السؤال الماضي عن كيل الشيطان وكيل المرأة وما جاءت لمعلم كيل في كلام الله يتبارك وطعا فأما كيل الشيطان فإنه كل روسيس لا يملك الشيطان مع ابن آدم إلى روسيس لذلك لما جاء رجل القرارة رسول الله إني أجل في صدري معك عظم وأنا أتكلم يعني لا أستطيع أن أقول ما الذي يجب من التشكيك أو الأمر الكبير فقال نبي الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوس فجعل كيد الشيطان فقد في الوسوس وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم نادر الشيطان بأحدك ويقول له من خلق كذا من خلق كذا فمن خلق الله إذا يعني جاء رجالك فليستعز بالله من الشيطان وليلتك لنستكساب الشيطان وما فعله منه يعني أدوار آدم عليه السلام وأكله من الشجرة كان بالوسوس كما قال الشباب والتعالى فوسوس إليك الشيطان قال يا آدم أن أددك على شئات أكول وملك وملك لا يبلع فأكلها منها فبلدته ما سواته وما أطفف يخطفان عليهم أنه وردت لأنه أعصى آدم ربه وخضط وخال الله فدلاهما بغرور دلاهما آدم وحواك عليه السلام بغرور كبه الغير والكبه فلا بدلك على شرط الخلد ومسكداء فالشيطان قيده كل فلوس ولا يملك سلطان وهو يعترف بهذا الله أكبر أنه يخبر كل أكباء الذين في النار يخطو فيهم خطبته المشهور في كل من دخل النار يقول لهم إن الله أكبر وعدكم على الحظ هو عدكم تأخر وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم فلا تلوموني ولوموا أيضا ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشترك وإن كفرت إن الظالمين لهم معلومين ومن عجب أن هذه الوسوسة إيه التي أضل بها من أضل من بني هذا وسوسة وسوسة هو دائم هذا أن الشيطان لا يمن من أن يظل يزين للشيطان ولا يأترك لا مؤمن صالح ولا فاسد فالفاسدين يجرهم جرهم إن أكترى أن أرسلنا الشياطين على الكاذبين أن تأذنهم أسل أن تحريرهم تحريكاً للمعا والمؤمن يأتي الشيطان يوأس لهم لأفهم يستبسل من الذين اتخذ إذا نستغل طائفهم من الشيطان يتذكروا فإذا هم مبسرون وإخوانهم إخوان الشياطين يأخذون لهم في الغد ثم لا يأخذون فالخروج من كيد الشيطان أي وسوسته بالشغر باللجل إلى الله شل تجيء إلى الله عزيزي بالاستعادة بالله ورأوذ بالله لا أستعود إلى المشهد يقوم يقوم الله يحفظ أما إذا يعني إن سخت ورأى وسوسته مشي يجر جاء هذا الرسل في الكيف في القرآن إلى الله فأن الله يكين كما قال تبارك وتعالى إنهم يجينون كيفة وأجين كيفة فماهل الكافرين أمرلهم روي كيلو الله لأهل معصية أهل الإجراء كما قال الجل وعلا تذرني ومن يكذب بهذا الحبيب سنستدرجهم من حيث لا يعلمون نستدرجهم إلى النار هذه ليست درجة درجة من حيث لا يعلمون أنه رايح لنا درجة وأملي لهم إن كيدي متين أملي لهم يلقوا يأتنهم هذا إيش خمسين سنة ستشين سنة سبعين سنة سمعين سنة هو يسير في الطريق المظل حتى يكون هذا المعلم وأملي لهم إن كيدي متين فهذا كيد الله تبارك وتعالى باهي معصية فإذا يجب أن يحذر المؤمن أن يسير فيما يعلم به تعلم الله أنت المكين أنت الذي أنت المضروق من هذا فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أما الكيد بنى البشر كثير هذا يكيد لهذا وهذا يشد هذا وهذا يدفر لهذا يدفر هذا يأكيد خل يكون كيد المرأة في بعض الأحيان كما يجعل يقول الرجل الذي يحكم أنه إن كي يكون إن كي دكون نعظم هذا كيد عظم تجبير يدبر يعني يوسف ما دكبره وخل يقع من بعض الناس كما قال يعقوب عليه السلام لبنين يوسف قال يا أهونا يلاتك لا تختص رؤياك على أكثر فيكيدوا لك كيدا من الشيطان الذي سنعلوم وقد كادوا أعطاهم ولكن الله تبارك وتعال في النهاي أبطل كيدا أخبر الله تبارك وتعال بيوسف وحينا إلي لثنا نبياناهم بأمرهم هذا وهم لا شر أني ضرر أحببت أن يعني مضيفة آي لأن الجواب الذي يعني تكلمنا عنه بسكور مر أما السؤال هل فراءت يعني سورة الكهف في البيت أفضل أم في المسجد أفضل على كل حال فراءت القرآن في كل الأحوال قيب وأنت راكب وأنت ماشي وأنت وانت عليك كأنه بإحاني أفرأ القرآن وهو منتجأ صلى الله عليه وسلم أفرأ القرآن لهم وأفرأت القرآن في البيت نور نعم كما قال النبي يجعله من صلاتكم في بيوت نعم أفرأت القرآن في المسجد خير فأنت جارس عن أفضل ما تشغل به وقتك وأنت في بيت الله يتضر و تعالى أن تفرأ القرآن وتفكر الله في وقتك وأن مقصد في المسجد عن كل حد أجل لو جارس فيه حتى تتكلم بأمر في أمور الدنيا برضو فيه يعني المقصد في المسجد المقصد في المسجد خير والنبي يقول لا يتزر من رأيك تصلي على أحدكم يعني إذا كان في المسجد أقول اللهم وفر الله الرحمن حتى يخرج أو يرد يعني تنقطع عن دعا لكم في الخروج لا خرج أو أحدث يعني نقضه وفر الله أما طالعنا هو مطلط فهو جال في المسجد ولو تكلم بأي أمر حتى أمور دنيوية ضد فيه وكان الصحابة كثيرا ما يتكلمون بأمورهم الدنيوية في المسجد وكان أنهم يستمع لهم وكان يتكلمون بأمور مضت في الجائلية عملنا ولا في الجائلية كذا وكذا وكذا أمور مضحكة في الجائلية فأرى كيف أما موضحنا أنه يقول لك يا ربا المسجد لا تتكلم بأمور الدنيا يوكل حسناتك هذا كلام ماضحك هذا كلام ماضحك يقول لك الكلام المسجد يوكل الحسناتك لا ترك من نار الحق هذا كلام موضوع المسجد لا لا نجلس المسجد وتكلم إذا تكلمت بأمور الدنياوية برضو أنت جلوسك طعام وليك أجل إذا تشغلت بالذكر خير وإذا سغلت بإفراد القرآن ألا أفضل فأعمروا المساجد أخبركم أمار المساجد تعمين المساجد بالجلوس التي ينسيها فيها أبيتها الخير وحلنا أخبركم أمار بيوتى اللاية بارس أخبركم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر